مساعد وزيرة الخزارة الأمريكية وجود مساعٍ لتشكيل تحالفٍ دولي لمكافحة شبكة تمويل حركة حماس وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه سيبدأ جولةً أوروبية الجمعة من أجل بحث التنسيق في هذا الشأن من الحلفاء والشركاء ما يؤدي إلى حرمان حماس من الوصول إلى هذه الأموال مؤكداً أن حماس ابتكرت وسائل وحاولت إيجاد سبلٍ من ضمنها العمولات المشفرة من أجل الارتفاف على العقوبات التي سبق وفرضتها واشنطن ومتبعةً للمواقف الأمريكية معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري أمينة إجراءات في القواعد الأمريكية في المنطقة بدأت قبل أيام البنتاجون تحدث عن استهداف بطائرات مسيرة ولكن منذ ساعات قليلة تأكد الخبر بإصابة أكثر من 25 عسكري أمريكي في هذه القواعد كيف يمكن قراءة هذا الإعلان وهذه الأعداد الكبيرة كيف استنعكس على الرأي العام الأمريكي ومن ثم أعود معك إلى جلسة مجلس الأمن والمواقف روبير نعم حتى هذه اللحظة هذه الأعداد الخمسة وعشرون جنطياً أمريكياً الذين أعلنت وسائل إعلام إصابتهم في القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لم يتم تأكده من وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع كانت في هذا الأسبوع قالت في وقت سابق أن الهجمات التي تعرضت لها قواعدها العسكرية في المنطقة والتي تجاوزت العشر هجمات في أسبوع واحد فقط خلفت بعض الأضرار الطفيفة لكنها لم تتحدث حتى عن ما هي هذه الأضرار الإصابات التي تلقتها في صفوفها بالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذه الأعداد وإنما نقلاً عن مسؤولين من البنتاجون لوسائل الإعلام أمريكية الإدارة الأمريكية كانت تتوقع استمرار هذه الهجمات منذ اليوم الأول للتصعيد الذي بدأ بين إسرائيل وغزة منذ أن أعلنت إحدى الميليشيات العراقية تهديدها للقواعد العسكرية الأمريكية وأيضاً للمصالح العسكرية الأمريكية في حال تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في هذا الصرع بالتالي هذا ما أرادت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رسالة عبره وعبر إعادة تموضع قواتها في منطقة الشرق الأوسط إرسال المدمرتين حاملة الطائرات جيرارد فورد والآن أيضاً أيزنهاور المتجهة إلى شرقي المتوسط المتوجدة حالياً في المحيط الأطلسي قبل أو بعد نحو أسبوعين تقريباً تصل أيضاً إلى شرقي المتوسط اليوم أيضاً تم الإعلان عن إرسال سرب من مقاتلات F-16 إلى المنطقة لتقوم بمهماء استكشافية حتى هذه اللحظة مع ذلك تقول الإدارة الأمريكية أنها قادرة على الرد هذا بكل تأكيد لكنها ستختار كيف ومتى سترد هناك بعض المصادر تتحدث عن أن أي رد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون مدروساً حتى لا يتسع نطاق هذا الصراع خاصة وأن المصادر الاستخباراتية لدى الإدارة الأمريكية تفيد بأن إيران تشجع وتطلب من ميليشياتها في المنطقة والميليشيات التي تدعمها في عدد من دول المنطقة إن كان ذلك في العراق، سوريا، لبنان وحتى اليمن أن تقوم بمثل هذه المناوشات وتستهدف المصالح والقوات الأمريكية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن حذر من تحول الصراع في المنطقة إلى حرب إقليمية هو ربط أيضاً مع مصادر تمويل حركة حماس وهذا ما أكدته أيضاً وزارة الخزانة الأمريكية ماذا يعني ذلك مع الاتهامات وفق وسائل إعلام أمريكية بأن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية أيضاً فشلت في جمع المعلومات قبل أحداث السابع من أكتوبر نعم روبير استهداف لربما مصادر تمويل حماس بدأ منذ عدة أيام حتى بعد بدء هذا الصراع بأيام قليلة فقط عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسع أفراد وكيان يقومون بتمويل أو تسهيل التمويل لحركة حماس أو مرتبطة أسمائهم بأي شكل من الأشكال بحركة حماس يتوزعون في عدد من دول المنطقة وقتها الخزانة قالت بأنها ستعمل على تجفيف منابع التمويل الذي يتلقاه حماس لكن بكل تأكيد طبعاً والإدارة الأمريكية معتقدة بأن أو جازمة لكنها تنتظر لربما تأكيد حتى تقوم برد فعل مناسب بأن إيران هي التي تمول هذه الهجمات لذلك لربما تحتاج إلى دعم أكبر لذلك طلبت الخزانة أو تعمل الآن على إنشاء تحالف دولي لتشفيف هذه المنابع في محاولة منها على الأقل لتخفيف هذه الهجمات لربما سواء في قطع غزة من قبل حماس بشكل أساسي أو حتى الميليشيات الأخرى التي تشن هذه الهجمات كانت هناك اتصالات مكثفة من قبل الإدارة الأمريكية سواء وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع خلال هذه الأيام مع الجانب العراقي مع رئيس الوزراء العراقي في محاولة لبحث هذه الهجمات دعوة للجانب العراقي لحماية أيضا القوات الأمريكية على أرضه وإدانتها على أضعف الإيمان يبقى موقف بلينكين أمام مجلس الأمن الدولي وهو المتصل باتهامات أيضا أمريكية لحركة حماس بإشعال حرب في المنطقة ولكنه فصل قال إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وكان هناك مواقف أيضا للرئيس عباس بعد لقائه الرئيس الفرنسي في رمالة في الساعات الماضية نعم روبير هذا الموقف لربما ظهر بعد أيام قليلة من بدء الصراع بعد أن كان التأكيد الأمريكي على أن إدارة بايدن ستقوم بكل ما أوتيت من قوة بدعم إسرائيل للقضاء على حركة حماس لكن بعد أن زادت الضربات على قطاع غزة وتفاقمت لربما الأزمة الإنسانية وتلقت الإدارة الأمريكية حتى بعض الانتقادات بدأت تتحدث عن أن العمل على معاقبة حماس وحماس فقط لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال ما يعمل عليها الجانب الأمريكي من خلال استصدار قرار في مجلس الأمن لإدانة حماس لن يلقى موافقة داخل هذا المجلس المجموعة العربية وحتى بعض الدول الأخرى وكانت هناك إخفاقات في تمرير مشروع قرار سواء لإدانة هجمات حماس منفردة أو حتى لإدانة الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع منفردة حتى هذه اللحظة المجتمع الدولي غير قادر على استصدار قرار موحد لا يعارضه أي فيتو من أعضاء الدائمة الخمس داخل مجلس الأمن سواء بإدانة العنف بين الطرفين أو حتى على الأقل ضمان إدخال المساعدات الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم قال بأنه غير راض عن المساعدات التي تدخل حتى هذه اللحظة ويجب أن يكون هناك استدامة لدخول هذه المساعدات جون كوربي منصق التصالات الاستراتيجية سؤل عن هذا الموضوع من الذي يعرقل إذن دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام لم تكن هناك إجابة اكتفى جون كوربي بالقول أنه يتم العمل على تدليل كل الصعوبات التي تسمح بإبقاء معبر رفح مفتوحا إدخال المساعدات والسماح للمدنيين أيضا بالخروج لأن هذا أدنى حقوقهم المغادرة من منطقة نزاع الزميلة أمينة سيري مباشرة من العاصمة الأمريكية وواشنطن وهذا الكم من المعلومات والربط وأيضا التحليل السياسي سنواصل معك التغذية المباشرة مع كل جديد من واشنطن شكرا